ترحيب حار للجميع الذين انضموا إلينا اليوم لهذه البرامج الأكاديمية على الإنترنت لموضوع ترصيف الموارد والمصادر للأمن القومي وأعرف أن هناك وجوه متشابهة ومألوفة فأهلا بكم مرة أخرى مع أنكم لستم موجودين فعليا وإنما على الشاشة لكن نعتبر نفسنا متجمعين بروحية المركز الأفريقي برأة أخرى اسمي لوكا بيونغي أنا العميد الأكاديمي في المركز الأفريقي وأيضا المدير التعليمي مع زميلة نوال قبل أن نبدأ أود أن أدعو كيت كنوف المديرة المركز الأفريقي لكي تلقي كم كلمة ترحبية لكم أعرف أن جميعكم تعرفونها ولديكم سيرتها المهنية لكن للإعادة أنها انضمت إلى المركز منذ 2014 وقابل الانضمام إلى المركز الأفريقي تسنمت مناصب عديدة قبلها كمنظمة الـ USAID كمديرة إدارية مساعدة للقر الأفريقية وأيضا في جامعة جون هوبكنز تفضلي يا كيت شكرا دكتور لوكا وترحيب حار لجميع الخيرجين وزملاء والأعزاء الذين معنا اليوم لهذا البرامج مسرورين بوجودكم معنا على الانترنت لهذا الموضوع المهم التي هي إدارة المصادر الأمنية كما تعلمون أن المركز الأفريقي هي منتدى للبحوث والبرامج الأكاديمية وتبادل المعلومات من أجل تأمين سلامة المواطف وتقوية المحاسبة في المستلسل الأفريقية نحن عادة نفعلها عن طريق توسيع الفهم وتوفير قاعدة للحوار وبناء الشراكات وإيجاد الحلول الاستراتيجية فدائما هدفنا حول توليد المعلومات حول الشبكات من خلال البرامج الأكاديمية والبحوث والانخراط والتواصل نعم نحاول أن نولد التحليل والعمق النظر حول الأنماط الأمنية النامية والموجودة في ظروف أمنية معقدة دائما نعرف إنه بمواجهة التحديات الجدية هذا عادة تأتي من تبادلات فكيرية والمركز هنا توفر هذا مثل اليوم نحن عن طريق الشركاء لنعمل على توفير أنسب الممارسات وعادة عن طريق فروعنا وشركائنا وبرامج الخريجين والعلاقات الثنائية والحوارات المتواصلة ما بين كلنا جميعا هذا الحوار نأمل أنها ستكون فيها مليئة بالتجارب العالمية كلها وأيضا نافذة للتواصل في التعليم وكيفي الإيجاد أحسن الأعمال والخطوات لإنجاز الأهداف ومركزنا هدفنا هي توفير الأمن للأفريقية للقارة الأفريقية بشكل فعال من خلال مؤسسات جيدة لخدمة المواطن نحن نرى أن هذا الهدف عادة هي من أجل إنهاء السلاع الصراعات المسلحة على القارة فالتي هي أهداف أمريكا من ناحية توليد الحكومات والحوكمة الديمقراطية التي تقادل قبل الشعب لتأمين الأمن لكل المواطنين فالمحاسبة أمام المواطن هي عبارة عن أهم الأهداف التي هي أمامنا وكي نكون فعالين من ناحية الأمن وليس أن تكون قوية فقط وأن تكون مستجيبة لحقوق المواطنين من خلاطنا مع بعضنا البعض المدني والعسكري والمجتمع المدني والحكومة والوطني والإقليمي نأمل أن ندعم كافة الأهداف لردع ودع كافة التحديات المعقدة الموجودة عن طريق مؤسسات فعالة وقادرة فنأمل أن نبقى متواصلين معكم جميعا ليس فقط خلال الأسبوع الثلاثة في البرامج وإنما أن نتواصل إلى الأمام خلال انخراطنا التواصلي في الندوات الألكترونية ونأمل أن نعود ونزور بلدانكم بشكل فعلي وأن نستمر في التشارك مع بعضنا البعض على قواعد مختلفة في التواصل والتبادل شكرا لدكتور لوكا ودكتور جوال لتجميعهم لهذا البرنامج وتكوينها ونشكر المتحدثين اليوم الذين سيأتون بنا بتحليلات جديدة ومجالات حوارية مختلفة نشكركم مرة أخرى ونأمل أن نراكم في ورف الحوارية الجانبية شكرا لكتفضل شكرا مرة أخرى كما قالت كيت مرحبت بكم في هذا البرامج أود أيضا أن أعيد التهنئة لقراراتكم الصائبة كي تحضروا هذه الندوات بشكل جيد على كفية ترصيف المصادر حول القضايا في أفريقيا مع أننا لا نرى أنفسنا لكن أوروبا وبلد الأخرى كثيرة حول القارة أيضا ومع خلفية متعددة وكل واحد لديه خبرة مختلفة فأنتم بالحقيقة كل واحد منكم خبير بفحوة أميق وأن تكونوا واثقين من مشاطرة تجاربكم لإثراء الحوار كما حضرتم يعني مصادر حوارية مختلفة أو استراتيجيات التنمية للستراتيجية الوطنية في برشنا السابقة فأنتم لكم المعرفة بالمركز الأفريقية كنتوافقوني بأنه كوفيد-19 أظهرت شقوق كثيرة جادة في موضوع الحكومة وقدراتها وسياساتها الحالية وهذا الجائحة أظهرت بأن الأمن البشري هي من أقل المشاكل عندما يتي إلى موضوع جائحة فجائية لأنه الحوار المتجدد مثل هذا فتظهر ليست فقط أدوار القيادة والمؤسسات المهمة ولكنها أيضا أظهرت من الاحتياج إلى عدد زيارة المواضيع الأمنية وكيف تخطط وتدار وتوصل إلى المواطن هي أيضا بالتساوي أظهرت التحديات ترصيف الحكومات وأهدافها الوطنية بيأخذ نظر الاعتبار إلى الأهداف الجديدة والطريقة أيضا أظهرت أشياء كثيرة من منشوليات لم تكن موجودة في الماضي وهذه أيضا وضعت ضغط على استراتيجيات المخططات الموجودة والميزانات المالية كما ترون جانب آخر أيضا إن الميزانية كما تعلمون بسبب الكوفيد التي وضعت قبل الجائحة لم تكن قادرة على استعاب هذه الضغط الكبير الاجتماعي وأيضا أظهرت القدرة الاستجابية لهذه الهيئات مع المصادر الموجودة حيث لم تكن قادرة على أن تقوم بما تقوم به بالمصادر الفعلية الموجودة في لحظتها كما قلت إن هذا الأزمة أو هذا الصدمة أظهرت الاحتياج إلى إعادة زيارة أسس تخطيط الأمني والاستراتيجي وكيفية تكريس الموارد بطريقة وطنية ذكية وحكيمة كبولدان أفريقية كلها قائمة على إنشاء برامجها الوطنية الاستراتيجية فالأسس المربوطة بالقواعد الأمنية كلها أصبحت جوهرية ومهمة في لحظتها هذه التحديات بسبب الجائحة أيضا أظهرت فرص على كيفية إعادة رسم التفكير لهذه النوع من المخططات الأمنية وكيفية خلق منظومات جديدة فعالة مرنة وسريئة قادرة على العمل في هذه الظروف الغير معروفة المريئة بالمجهول ثلاثين برنامجين حول هذا اللي هي إدارة المصاد الأمنية في أفريقيا وتطوير الأمن القومي في أفريقيا أهداف أخرى الفكرة فيها توفير قاعدة لكم لكي توفروا شيء من قصص تجاربكم لإظهار أهمية تجميع المصادر نأمل بالنهاية للبرامج أن نكون قادرين على أن نوفر لكم مفاهيم ضرورية وأسس وآليات اللي هي ضرورية لترصيف وتجميع وتنظيم المصادر كقادة في مجالات الأمن نأمل أن لا تكون فقط أن تكونوا استراتيجين وعلماء سياسيين وقانونيين وإنما نأمل أن تكونوا أنتم أيضا اقتصاديين أيضا لذلك سنستعمل بعض المفاهيم الاقتصادية مثلا المراجعة المالية الاجتماعية والكفاءة المالية وخارج الميزانيات التقليدية كي تكون كلها على أهداف صياغنا هذه المواد مضيئة بالقضايا الأمنية فسنقدم لكم بعض المفاهيم الجديدة لترصيف الأهداف وتجميع الأفكار وكل هذه المفاهيم بصراحة ستحلل عن طريق برش عمل وحوارية مفتوحة ما بيننا في الأيام القادمة وكلها منظمة على ثلاث مستويات مثلا جلسة اليوم ستكون حول موضوع وضعية الصرف الأمني في الحكومة وهنا سنركز على ما حصل من ناحية المصاريف الأمنية ثاني جلسة ستكون حول موضوع التخطيط على الرابط ما بين الأمن الوطني والجانب المالي وأخيرا المصادر الأمنية من ضمنها المصاريف الوطنية العامة للمجتمع نأمل أن تكونوا قادرين على أن تتبنوا وأن تستوعبوا كل هذه المفاهيم حسب الآليات والأدوات وحسب المصادر وبعض المواد التي سنوفرها لكم المطبوعات لهذه الورشة فالمركز الأفريقي هي مهمة جدا طبعا وأيضا البنك الدولي ستكون أيضا كراسهم كراسهم أيضا أحد المصادر التي سنستعين بها وسنذكرها في الجلسات القادمة حول موضوع فبهذه الآن دعوني أقدم لكم أهداف الجلسة ثم المتحدثين هذه الجلسة هي حول استعراض الإنفاق العام ومرة ثانية أقول هو الطريقة كيف تنفق الحكومة بمواردها العامة وتعرف على سلوكيات الدول الإفريقية عندما نتحدث عن الإنفاق واستخدام وهذا الاستعراض للإنفاق العام وأيضا أولا نود أن نتعرف على أو نقيم اتجاهات وأنماط الإنفاق الأمني العسكري في أفريقيا ثانيا هو تقديم مفهوم استعراض الإنفاق العام وعلاقته بوضع استراتيجية أمن قومي وموامتها مع الموارد الأمنية في أفريقيا ثالثا مناقشة بعض الدروس المستفادة من استعراض الإنفاق العام للقطاع الأمنية في أفريقيا وتدعياتها لموامت الموارد الأمنية مع استراتيجيات الأمن القومي وهذه الجلسة وبعدها سيكون هناك أيضا بعد عقد الجلسة سيكون هناك أسئلة وأشوف أقدم لحضراتكم المتحدثين لدينا حقيقة متحدثين لديهم باع طويل وخبرات طويلة ألاوهما دكتور جاري ميلانتي والدكتورة ويلين شونسون ولديهما باع طويل في أشؤون الأفريقية ويساعدون على بداية أو مناقشة هذا الموضوع الخاص بالقاء الضوء على الإنفاق أو مراجعات أو استعراض الإنفاق العام في أفريقيا وأبدأ بدكتور جاري دكتور جاري هو مدير برامج ومنصق لمبادرة السجل العالمي لحالات القتل العنيف وخاصة بسيبري والسيبري هي اختصار معهد استوكولم لأبحاث السلام الدولي ولديها باع طويل في النظر في الإنفاق الأمني والعسكري ونحن سعداء أن يكون معنا جاري والذي ينتمي إلى هذه المنظمة ذات الباع أو العميق وأيضا بذلك جاري يعمل كاستشارية كمنظمات أخرى مثل أو منظمة التعاون والأمن بأوروبا وجهات الأمم المتحدة منظمات حكومية وغير حكومية وهو خبير في السياسات المعنية بالتنمية وأيضا هو معني خاصة بالأبعاد الأمنية والدفاعية والدفاعية وتدعيات أيضا عمليات حفظ السلام وأيضا التي وأيضا فيما يتعلق بما يسمى بالترابط ما بين الأمن والسلام والحوكمة وهو في كاليفورنيا وأيضا نحن سعداء جدا أن تكون معنا اليوم يا دكتور جاري فشكرا جزيلا على قبولك لدعواتنا اليوم والمتحدثة الثانية هي دكتور ويلين جونسون البعض منكم قد يكون على معرفة بها وهي خبيرة واستشارية في شؤون المالية وأيضا وبناء السلام والقدرات في القطاع الأمني في الدول الأفريقية وهي أيضا سابقا كان مديرة التنفيذية البنك الأفريقي للتنمية ووضع السياسات ذات الصلة وهي عملت لمدة مع النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتخدم كأستاذ مساعد غير متفارق في معهد الدولي للسلام وجماعة كولومبيا وأيضا عضو مجلس إدارة الأوصياء وتحمل جهادة في الدراسات الاجتماعية من جماعة هارفورد والتاريخ الأفريقي من جماعة سين جونز وأيضا في الاقتصاد العالمي بجماعة كولومبيا أشكرك يا دكتورة ويلن على تلبيةك لدعواتنا اليوم والآن اسمحوا لي أن نبدأ بالمناقشة مع دكتور جاري جاري أنت أنت بطبيعة الحال على دراية بعمل هذه المنظمة منظمة سيبري أو معهد استوكول من أبحاث السلام الدولي وأنت تتفق معي بسلوكيات الدول الأفريقية من خلال وضع موازناتها وإنفاقاتها وهل يمكن تشاركنا مع الزملاء المحاضرين عندما نتحدث على الإنفاق العسكري والأمنية وخاصة خلال الجائحة هل كان مفرطا أم لا فجاري أعطيك ست سبع دقائق للتطرق لهذا الموضوع شكرا لك يا دكتور لوكا وسعيد أن أراكم جميعا وأحيي الدكتورة ولين كذلك زاملاتي وأتمنى لكم مساء طيبا أو صباحا طيبا أينما كنتم وأعتقد أن هذا السؤال مثيل الاهتمام وكنقطة بداية لحديثنا وكمختص في الاقتصاد نحن نتحدث عن الأنشطة المثمرة وغير المثمرة والأنشطة المثمرة هي أشياء التي يمكن أن نستهلك أو الأنشطة الغير مثمرة أو الغير منتجة هي أشياء نقوم بها كي نتمكن أن نحمي أو نقسم الكعكة كعكة الاستهلاك والاقتصاديون يتغافلون أحيالا عن البعد الأمني والعسكري لأن الانفاق العسكري والأمني هو ليس بشيء يستهلك هو من الصعب جدا عندما تتحدث مع عضاء أسرتك وأصدقائك أن تشرح لهم كيف أو ما هو حجم ما استهلكوه من الأمن اليوم ولكن الأمن حيوي وجوهري لكي يكون لدينا اقتصاد مثمر ومنتج فلابد نعرف لابد أن ننتج هذا المنتج الأمن وكيف أن نستثمر في الأمور العسكرية بأشياء مختلفة لكي نقدم هذا الأمن والسؤال هذا الحقيقة هل الانفاق هنا مفرط أم لا هو سياق جيد فلا يمكن أن نقول هل الانفاق العسكري أكثر أم لا إلا إذا عرفنا أولا ما هي التهديدات العسكرية وكيف يتم تقيمها وما هي الأسليب المتبعة هناك وأعرف أن هناك عدد من الجلسات خلال هذه الورشة التي ستلقي هنا وأنتم خبراء أيضا حول هذا الموضوع فيما تعلق بالتقييم الاستراتيجي فنحن لا بد لنا أن نتوقع أن خبراء العسكريين مثل حضراتكم يمكن أن يقوموا بتقييم التهديدات والتقييم الاستراتيجي وأنها قابلة لإعتمادية وأنها صادقة وأنها متقدمة في الفكر وما قبولة ومنطقية وأيضا نحن في الاقتصاد نفكر أيضا أن نبدأ نثق في الخبراء أنتم عليكم أن تثقون مثلا في وزراءكم المعانيين بالمالية لأنهم هم الخبراء في الشؤون المالية وهم بدورهم أيضا عليهم أن يثقوا فيكم أنتم كخبراء من ناحية الأمنية والعسكرية عندما نتحدث عن الأمن فعندما نتحدث هل هناك إفراط في ذلك المجال فلابد أن نعود إلى التقييم وما هي الهواجس الأمنية وهل هي مقبولة أو معقولة أم لا وقد رأينا نقاط مثل هذه الضعف مؤخرا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال وفيما يتعلق بإنفاقها زيادة 53% في عام 2021 وأكثر 60% في عام 2021 وهذا كاستجابة لما يحدث في هذه المنطقة بالمثل أيضا في كينيا مع مواجهة الشباب هناك ودول مثل شاد حيث طبعا يكون له تأثير كبير على الموازنة وهذه استجابات للتهديدات التي نراها والسؤال المطرح هل هذا إنفاق مفرط أم لا هذا يأتي بنا إلى القدرة التخصصية كما ذكر دكتور لوك نأخذ الإنفاق العسكري كجزء من إنفاق العام الكلي للحكومة ومن هنا يأتي دور الاقتصاديون ووزراء المالية لإمكانية تقييم كيف بنود الإنفاق هذه هل هي مفرطة أم العكس أنها أقل من المطلوب وعندما أحاول أن أجيب على هذا السؤال لا أنظر فقط في الإنفاق العسكري فعادة الدول تنفق 1 إلى 2 من إجمال الناتج القومي لها على الإنفاق العسكري والبعض قد يقول هنا حسنا إذا كان الإنفاق على نسبة 1% 1.5 فهذا يعطب معقولا ولكن هناك قيود أخرى داخل الميزانية أو الموازنة في بعض البلدان تخصص نسبة كبيرة عندما نتحدث على الإنفاق العام من إجمال الناتج القومي معنى آخر أن موازناتهم أعلى وبالتالي يكون لديهم موارد أكثر أو أعلى ويستعملون في خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم الهمة بالنسبة للتنمية وكما حدثت عن المنتجات القابلة للاستهلاك التي ذكرتها في الماضي والبعض الآخر يدخلون في ديون عميقة وديون والبعض عليه أن يسأل إذا الإنفاق العسكري يزيد وفي ضوء ديون مرتفعة في حين أن الإيرادات منخفضة فهذا يعتبر مفرطا أم لا ولن أجيب على هذا السؤال بالنظر فقط على مستوى الإنفاق العسكري فقط فعلينا نقول ما هي التحديدات أيضا وهنا نعود إلى الخبراء فأنا لا أقول أني مخبير مثلا وعلينا أن نقول أيضا ما هي المواذنة العامة لدولة ما وما هو إنفاقها الكلي وما هي الديون الموجودة لدى هذه إذا لدينا ثلاث مكونات للإجابة على هذا السؤال وإذا حددنا الإنفاق العسكري ومن تقرير أو منظمة سبري ويمكن إيجاد هذا للتقرير أيضا على خانة الدردشة ونأخذ هذه البيانات وننظر في اتجاهات هذه البيانات هل هي تزيد على صعيد الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهل الإنفاق العام ككل الحكومي يزيد ودين منخفض فأنا يقلق يقلق عندما أرى الإنفاق العسكري مرتفع وإنفاق العام يزيد ونحية الأخرى الإنفاق على خدمات أخرى حكومية منخفض وبالتالي خدمات منخفضة وبالتالي والدين العام يزيد فهذه أمور تثير القلق لدي فهذه تعتبر أوجه إنظارية لي ويقلقني مثلا الدول مثل مؤخرا الجزائر وتونس وأنجولا وتشاد وجمهورية الكونغو وجزر الشالس وغنى ولقد وضعت قائمة لهذه الدول ويمكن أن أقول لكم بالتفصيل لماذا أنا قلقا بوضع هذه البلدان حيث وجدنا مؤخرا انخفاض في الانفاق العسكري وأن انفاق الحكومي العام ارتفع بشكل عام ولا يوجد اهتمام بمنسبة الديون مثل بانين ولايبيريا وسيرليون ومدغشقر فهذه بلدان نرى فيها هذا النوع من انفاق عسكري محدود مقارنة باقي بنود الانفاق الحكومي وعندي نقطتين اخرتين ثم اصل الى ختام حديث لان اعرف لديكم اسئلة ان الانفاق العسكري موضوع ليس بسهل عندما يتم تحديده في الموازنة والميزانية فلا ينخفض الا اذا انتم كخبراء تأتون الى حكومة وتقول اين يمكن ان تخفيض هذا الانفاق فخلال الجائحة وجدنا تغييرات محدودة في الانفاق العسكري وانما زاد زاد مقارنة بالنتج اجمال المحلي خلال جائحة نتيجة هذه الصدمات التي حدث اتمنى الاقتصاد وبالتالي لانفاق العسكري خلال هذه الفترة لم ينخفض والنقطة الثانية ايضا قمنا ببعض التحليل الذي نقوم به بنوى وخصف الدول منخفضة متوسط داخل واحد تسعين في المائة من الدول التي تواجه صراعات هي صراعات داخلية مثل حروب اهلية على مدى خمس عقود الماضية وبالتالي نحن نحتاج الى تقييم ما هي المخاطر وتقييمها تقييم هذه المخاطر التي تستجيب لهذه الانواع من التهديدات ايضا عندما نتحدث عن الانفاق العسكري هذه انواع التهديدات التي يجب ان نستجيب لها عندما نقوم بتصميم الانفاق العسكري يمكن ان نسترسل في هذا الموضوع لاحقا وهنا يمكن ان اقف شكرا جزيلا اعتقد انك وفرت فحوة جيد وقاعدة اولية لكن مثل ما قلت ان البلدان تعمل بشكل مختلف عن بعضها البعض وعندما يتيلم موضوع الصرف يجب ان تكون دائما الميزاني مقارنة بالميزاني الوطنية او المصرفات الاخرى فالبلدان التي تعمل بشكل جيد هي من امثلة جيدة فالصرف العسكري هي مرات هي حسب كيف تصرف وما هي الصرف هي من اجل رفع مستوى التنمية وتوفير الاستقرار العام لكن كما قلت ايضا بشكل صحيح ان الصرف العسكري في افريقيا في تزايد ثم لديك صراعة الداخلية التي هي في تزايد ايضا وتصاعد والسؤال الجوهر هي هنا انه فشكرا فللمستمعين اذا كان بامكانكم اذا كان لديكم اي سؤال حول بلدكم اقليمكم فسيكون موجود لطرح الاسئلة عليه وستكون هذا مجال جيد لنا جميعا ان نشاطر كل ما يمكن ان نقدمه الى كافة الزملاء بناء على ما قلته يعني بمفاهيم تنسبية حول موضوع الصرف هل من الممكن ان بالرغم من هذه التفاوتات القيمية في الصرف العسكري في القارة الافريقية ماذا ترى كيف ترى ما هي اهم العوامل التي تحرك او تزيد من هذا الصرف العسكري كمسببات مختلفة اعرف انك ذكرت البعض منها لكن اذا كان بالامكانك ان تركز اكثر على موضوع العوامل التي تزيد من الرفع العسكري شكرا اكترك لك لا نقضي وقتا طويلة على هذا السؤال انا طولت على مقدمتي قليلا لكن فلنجزئ الصرف العسكري الى ثلاث انواع بشكل عام فلنتحدث عن النفقات البشرية اللي هي النفقات العامة للجسم الاكبر للقوات المسلحة رأس المال التي هي الاسلحة المنظومات العسكرية كل العدة والاليات وايضا اللوجستيات الادارة اي كل الدعم العام فلو قسمنا هذه الاشياء الثلاثة الى فمن الصعب بصراحة وسأكرر هذا في القسم الثاني فمن الصعب ان نتحدث عن المصاريف العسكرية في افريقيا لانه التقارير ضعيفة جدا من ناحية البيانات المالية في الوزارات فالقليل من البلدان التي تقوم بتقديم التقارير التفصيلية الجيدة قليلة ومخططاتهم شيء والصرف الفعلي شيء افتقروا اليها كثيرا وعرف ان الدكتور وليم ستغوص في هذا ايضا لكن لدينا تقدير في هذا الكتاب اللي هي البناء الدفاع المؤسسات ان حوالي الـ 80% من السعر العدة الاليات الاسلحة والاليات والمنظومات التي تشترى للجيش مربوطة بالشراء والصيانة والتجديد فالسعر اي شيء ما في الجيش اعلى بكثير من الشراء الاولي وعلينا ان نتذكر هذا لان هذا عبارة عن التزامات مثلا مستقبلية مثلا لو اشتريت جهاز ما وكان بحوزتك لمدة طويلة فهو سيكون فيها مصاريف مستمر على طول عمر تلك المنظومة او الالة او السلاح او القطعة فقد فقد تكون مرات ضعف القيمة الاولية التي اشتريتها وعلينا ان نذكر ان اللوجستيات ايضا هي ادارة الحركة والتخزين والخدمات وال وحتى الخدمات الصحية كلها عبارة عن مصروف علينا ان نراها وهي عبارة عن اشياء غير مثمرة غير منتجة كل هذه الاشياء يجب القيام بها وهي ضرورية لليبقى على قوات مسلحة منظمة جيدة واخر نقطة ان المصاريف الفرص اي الاهداف المستقلية التنموية في القوات المسلحة وما هو مقنئ بصراحة في نقاشاتنا السابقة التي كنت مشاركا فيها في تدريبات اخرى من المركز الافريقي اهم النقاط المقنعة التي ان نذكر الناس بها هي كلكم لديكم اصدقاء واقارب الذين ليسوا في الجيش وهم يقضون حياتهم اليومية باشياء منتجة ويحتاجون الى خدمات صحية وتعليمية وحكومية عامة وكل دولار او دينار او قرش يمكن توفيرها ولا تصرف على الجيش يعود الى المواطنين الذين هم في القطاع المدني فلهذا التنمية المستدامة شيء ضروري فعندما نتحدث عن هدافها فهي مهمة ان هناك تكاليف الفرص اي فرص عدم الانفاق او حالات عدم الانفاق في القطاع المدني في المستقبل فهي تأخذ من الحياة المدني عندما تنفق على القطاع العسكري فهذا السؤال الحقيقي هنا يعني ما هي انسب افضل الطرق في صرف هذه الاموال وما هي المبالغ اعفوا المبالغ الصحيح اللي صرفها على الجيش وهذا عبارة عن موازنة ما بين نزارة الدفاع ونزارة المالية اقفوا هنا دكتور لوكا شكرا جزيلا يا جاري سنتابع لاحقا وندخل على هذه المواضيع الانفاقات والفرص المربوطة بها والصرف والصرف العسكري يعني الى حد ما يمكنها ان تعطي فكرة عامة يعني هي بصراحة الفهم الحقيقي لما يأتي الى موضوع امثلة المواضيع من هذا النار لكن اشاجعكم لان هذا الدورة هذا الورشا هي حول موضوع وضع الميزانيات والاستراتيجيات فانظر الى ميزانية بلدك كطريقة جيدة لفهم واندراك خاصة عندما يتحدث قارع عن التصنيفات الخاصة فعندما تتحدث عن الخطوط المسرفية واين تصرف بلدك مثلا اموالها باساليبها المختلفة ف الكثيرا ما تكون هذه الجوانب يعني مهمة خاصة عند فانظر الى الميزانية الخاصة ببلدك كمرجع فستكون كل هذه النقاط منطقية وأرى أن بعض من هذه الميزانيات موجودة لأنها معلنة خاصة إذا كانت البلد أضوف الأمم المتحدة فسيقدمون بيانات حول صرفها من الأسكري إلى الأمم المتحدة وهي كعمل كفعل كخطوة هي عبارة عن إعراب عن استعدادهم لعدم الصرف المبالغ في القطاع العسكري آخر سؤال هي ما هي الدروس التي نتعلمها بصراحة و كلها تدخل في مجال موضوع الاستعمال الفعال والجيد والكفاءة العالية شكرا نكترك بالطبع الاقتصادي يقول أنه أفضل درس هي شفافية والتقارير والإبلاغ الدقيق والمضبوط و سببها إنها هي أساس إجراء الحوار الجيد والنقاشات المدنية الصحيحة حول الصرف المالي فلا يمكن أن نقول أو نحدد بالذات بشكل جيد عن أين يكون فيها الهدر وأيضا إنجاز الأهداف المرجوة دون أن يكون لدينا حوار مفتوح وجيد خاصا عندما نغض النظر عن الصرف العسكري لا يمكن أن نجل النقاش بدون ذكر الصرف العسكري كي يكون عادة تكون الخدمات الحكومية والأمنية بشكل جيد فأولوياتنا عادة هي أن نحصل على بيانات أحسن وأدق دائما فكما قال دكتور لك هي التزام التزام كي نبلغ عن الصرف العسكري والقد قليل من البلدان الأفريقية شفافة في هذا الجانب فقد دلوا واحدة في أفريقيا زنبابو زنبابوي قدمت صرفها الحقيقي العسكري وأم سكار ووكس عملت معهم في بناء السعاد والقدرات في السنوات القادمة هل يمكن أن تشرح تلك هي التقرير الأمم المتحدة لصرف العسكري وما عرفوا ما هي أونسكار ما هي الصياغ الكلمية لها لكن هي وكالة للأمم المتحدة أمنية هذا التي هي آلية الدعم الأمني للبلدان العالم شكرا على أنك أوقفتني وجعلتني أشرح هذا النقطة فسيكون في مشروع في السنوات القادمة مع سيبري لمساعدة القدرات للبلدان على فربما قد يأتوكم ناس مثلا لبناء القدرات هذا من أجل تشجيع التقارير الدقيقة هناك جانبين في موضوع التقارير العسكرية أولها الميزانية المخططة التي هي ما يخطط ويوافق عليها في بداية أي عام لميزانية البلد حيث هي المبلغ التي سنصرفها لكن الواقع تؤثر علينا جميعا ومثلا الجائحة في بداية قبل عامين وهناك الصرف الفعلي طبعا الممارسات الصحيحة هي إظهار ما هي الميزانية المخططة والفعلية وأحسن طريقة هي عن تجميع الصرف البشري والمادي والوجستيات الإدارية وأي نظام توزيع إداري تخزيني لكم كثيرا ما قوات معينة أو شعب معينة في الجيش تقوم بإجراء هذه الجوانب لكن أن يكون هناك مخطط واضح وما هي الصرف الفعلي التي قد تحصل فيما بعد وأن يكون لديك أيضا نقاش لاحق مع عوزات المالية أو الهيئة المالية الخاصة بهذا حيث تشرح فيها وسبب الخروج من المخطط الأول ومقارنتها بالعمل التي سبقته فبلدان قليلة بصراحة لديها منظومات بهذا التفصيل أي تقوم بها أعتقد كان في مثال جيد في ليبيريا في القطاع الأمني في الصرف المالي بالذات في تحولهم أو في عمل الأمم المتحدة الأمنية لأنه كان بوضوح هناك علامات على أنهم تولوا بعض الجوانب الأمنية وكان في تصاعد في قضايا الشرطة الاجتماعية والأمن الاجتماعي فكان في احتياج إلى إظهار هذه المصاريف وكيف تغطى لفترة زمنية معينة مثلا وأثناء هذا الفترة أظهروا تقييمات جيدة شروحات مرفقة بها تظهر لماذا الإنفاق هنا جيد وإنفاق في مكان آخر يجب أن يضاف وهذه رفعت من قدرة ليبيريا على شرح وضعها جنوب أفريقيا جمهوري جنوب أفريقيا لديه منظومة جيدة لديه منظومة مالية جيدة وهي أحد الطرق التي فيها نعرف أن البعض من الاستجابات الأولية لكوفيد كانت عن طريق الاستعانة بالجيش لتوفير الخدمات فتكاليف هذه الفعاليات كانت من أحد العلامات على أن البلد لديها القدرة على استقراء وإظهار تقارير مالية حول صرفها فالابداء بهذا النقاشات مهمة جدا وهذا فرصة جيدة لتعلم هذه المهارات أقف هنا لك شكرا شكرا جزيلا وأعتقد أنها مهم جدا كي نتذكر تلك النقطة موضوع الشفاثية فلنا أعتقد في أفريقيا علينا أن نعلم أنه في بعض الأحيان مع أننا نعرف أن الميزانات العسكرية هي سرية أمنية لكن المعلومات موجودة للمنظومات الأمم المتحدة الفكرة فيها إلى أي درجة هذه المعلومات سهلة الوصول إليها من قبل مواطن تلك البلد الموضوع الأولويات والأهداف يجب دائما أن تكون واضحة وقابلة للشرح فلأنتقل دكتور ويلين اعتمادا على ما قاله غاري على الموضوع الصرف وتحديات الأمن والتنمية هل بإمكانك أن تشرح بمصلاحات بسيطة موضوع التنمية والتطوير الأمني في إطار أفريقيا عندما يتي إلى موضوع الصرف العسكري والأمن يجب أن تكون ضمن هذه المحور تفضلي شكرا شكرا جزيلا دكتور لوكا وودا أن أشكر مركز أفريقيا على هذه دعوة وأنا ممتنة أيضا بشكل خاص على سؤالك في المتعلق بهذا المحور أو هذا الترابط ما بين الأمن والحوكمة وما أثرنا في الكتاب على بناء مؤسسات دفاعية نتحدث عن هذا أننا نضع نظاما معقدا فهو ليس محورا أو ترابطا بقدر أنه منظومة وأشكركم على هذا السؤال الذي يسمح لي أن أصبح مؤخرا مؤرخة معذرة مرة ثانية عند كنا مؤرخة على مستوى التاريخ وحيث أضع نفسي أو عود إلى عام 2000 عندما في بداية هذا القرن أيضا وأدرك أن تعقيدات القرن الـ 21 كانت مختلفة عندما نتحدث عن النزاعات الداخلية على ساميتل كما شرح الدكتور ميلانتي والتحديات التي نراها اليوم فإن تقرير التطور العالمي نظرة في النزاعات والتنمية أو التطور وأشار إلى أن في القرن الـ 21 كان لدينا حروب مدمرة حروب عالمية كانت على مستوى الكوكب كان لدينا أيضا النضالات ضد الاستعمار وكان لدينا أيضا سرعات أيديولوجية وكان لدينا قوة أخرى تقوم بحروب الوكالة حيث تقوم بحروب في مناطق أخرى والاستجابة لهذه السرعات فإن النظام العالمي هنا الأمم المتحدة تحديدا فقد تم وضع هذه النظم لتحقيق السلام وفي نفس الوقت نظام لمؤسسات مثل البنك الدولي مثلا لإعادة الإعمار والتنمية فمثل هذه المؤسسات تم إنشاءها أيضا وفي أفريقيا لدينا الدول الأفريقية التي شكلت بنك التنمية الأفريقي لجمع شمل البلدان الأفريقية على صعيد الاقتصاد والأمن ونحن كاقتصاديين وأنا متأكد أنا جاري أحدهم ننظر أيضا إلى السلام وعندما تهدأ السرعات ونزاعات فيمكن أن نركز على موضوع التنمية وما رأينا عندما انتهت الصراعات ما بين الدول رأينا نوع آخر من النزاعات التي هي داخلية عادة فيها لعبين من غير الدول مثل عصابات وإرهابيين وحركات تمرد وغيرها التي يتحاربون ما بينهم أو يتحاربون ضد حكوماتهم وهذا نوع جديد من الصراعات ولأول مرة فإننا نرى أن مؤسسات التنمية الدولية بدأت أن تنظر في أسئلة متعلقة بالفساد والصراعات وأيضا ما بينها من أفعال وعمليات وأولا نظرنا مثلا في بنك التنمية الأفريقي في منتصف التسعينات أنه خبراء السياسيين نظروا إلى وعقد ورشة عمل واجتماعات ما بنك التنمية الأفريقي حيث تترق إلى موضوع الديمقراطية والتنمية ونظر أيضا في عملية خسخصة التي تقوم بها الدولة أو الدول وهناك الخطاب المدني الداخلي المتنامي نتيجة إحباطات الشعوب لما ليس لديها من خدمات حكومية أساسية فالحكومة قامت بخصخصة من ناحية سواء كان من حزب الحاكم وبالتالي مجموعة بسيطة التي تستفيد من الموارد المتاحة ولأول مرة نرى بنك تنموي وهنا أحدد وأقول بنك التنمية الأفريقي بدأ في وضع برامج حول الحوكمة آخرين كانوا يخشون التحدث عن الفساد وخاصة البنك الدولي هنا حيث أعتقد أنه سيخشى أن يقول أشياء سلبية عن الدول والدول النامية تحديدا إذا تحدثنا عن الفساد في حين أنا من الذي يعيش في الدول النامية على إدراك تام أن الفساد لديهم شركاء آخرين في أنحاء أخرى من العالم إذن بالنظر إلى هذا النوع الجديد من الحروب أو الصراعات فجأة شعوب أو ناس مثل دكتور مالانتي وأنا وكمعنين بالاقتصاد أصبحنا معنين أيضا بالقطاع الأمنية وبالتالي بدأنا نفهم أن هناك العلاقة المعقدة أو المتشابكة هنا ليس فقط لأن هناك حرب ما قامت بتدمير مشاريع حيث عندما نجلس مثلا في مجلس إدارة بنوك التنمية الأفريقية ونقوم بعد المشروعات التي أدت إلى دمارها ما بين نتيجة حرب ما بين أريتيريا وأثيوبيا مثلا ولكن من ناحية أخرى يبدو هناك علاقة أخرى ما بين التنمية من ناحية والصراع من ناحية أخرى حيث أن عندما تظهر أو تنشأ الصراعات وتخفق في نفس الوقت عمليات التنمية فالبنوك والأمم المتحدة بدأوا في تخصيص موارد لفهم هذه المسألة أو المسائل وأولا الخطوة الأولى هي أهمية جمع البيانات بطبيعة الحال وأيضا مفاهيم جديدة للأمن فبدأ عود النظر في أمن النظم أو النظام الحاكم ونما ننظر فيما يسمى بأمن الفرد أو الشخص وبهذه الطريقة أصبحنا نفهم أن الصراعات قد تظهر عندما يكون هناك نقص في المياه حالات جفاف وبالتالي أو ناس عليهم أن ينقلوا مواشيهم إلى مناطق أخرى لطرع فيها مواشيهم فأصبحنا نفهم أن قد يؤدي نتيجة إخفاقات في التنمية وبدأنا نفهم أيضا أن مثل هذه الصراعات هي معقدة وفريدة من نواها ومن أجل أن نفهمها فعلى الأناس الذين يعيشون في هذا البلد المعني لابد أن يكون لديهم مهمة ألا وهي تحليل ما هي التهديدات التي يوجهونها داخل قطرهم وهذا أدى إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى أن تطرح السؤال على كل دولة أفريقية أن تقوم بوضع استراتيجية أمن قومي لفهم تهديدات كل بلد وأيضا أدى هذا أيضا بالمؤسسات الدولية أن تقدم الدعم لإصلاحات حكومية وبالرغم أن هذا الدعم قد يكون خارجيا فإن التصحيحات لا بد أن تقع داخليا فلدينا هذه المراجعات للإنفاقات العامة التي وضعها البنك الدولي والأمم المتحدة التي توفر وسيلة وطريقة إرشاد لإصلاحات اللازمة والاستدامة اللازمة للموارد وتخصيص ما يمكن لدعم ذلك أيضا أو هذه العمليات كذلك شكرا لك ولين يقول دكتور لوكا ويمكن أن تتحدث إلينا أيضا الآن عن التقرير عن من المؤسسات الدولية التي يلقي ضوء على هذا الترابط أو المحور يمكن أن نعود إليه هنا تقرير العالمي للتنمية وكما ترون أن الدعم الخارجي يمكن أن يبقي هذه العملية تجاه الأمن وإعادة الثقة وتحويل المؤسسات أو تحويل المؤسسات ولكن إذا ما الضغط أصبح مفرطا وهنا أقول عندما أستخدم كلمة خارجي ليس تعني بالضرورة خارج القطر أو الدولة وإنما خارج مؤسسة ما هذا قد يؤدي إلى عنف وعدم الأمان ولكن كما نرى هذه عملية دائمة الحركة ورغم أني سمعت أن بعض الأناس عندما يتحدثون عن الدول الهاشة فالهاشاشة هنا ظرف يمكن أن يظهر في أي بلد وبالتالي هناك حاجة مستمرة لتوفير محوافز داخلية للإصلاح وللتحويل وشكرا شكرا أعتقد هذا شيء جيد وأنا هذا التقرير الصادر من تقرير التنمية العالمي لعام 2011 يوضح جدا وخاصة القاء الضوء على هذا الترابط وعندما نتحدث عن أمن المواطن والعدالة والوظائف وكيف موجهة العنف والهاشاشة وهذا ينطبق على جميع الدول ليس فقط أي دولة تعاني من الصراعات أن هنا تتفاوت هذه نسبة وأيضا وكيف نخرج من هذه الحلقة أو الدائرة وإعادة بناء الثقة والترابط مهمها أيضا لتوفير مرة ثانية أمن المواطن وتحقيق العدالة وتوفير الوظائف هذا جيد وهذا تقرير متوفر أيضا على الموقع وأيضا إذا يمكن أن نشرح بشكل مبسط ما هو الإنفاق العام ولماذا هو مهم مراجعة الإنفاق العام وهذا عندما نتحدث على هذا الترابط ما بين التنمية والأمن والعدالة ما أهمية هذا الترابط لكي نفهم هذه الأنواع الجديدة من الصراعات هذا شجعنا أن نركز بشكل أكبر على مفهوم الحوكمة وتحقيق الأمن ومراجعة الإنفاق العام هو اسلوب في حد ذاته وآداء من آدوات التحليل التي وضعت من كل من البنك الدولي وأيضا الأمم المتحدة من أجل تحليل الطريقة التي يتم وضع المواضنة العامة حيث لا تنظر فقط في المؤسسات من ناحية وتنظر أيضا في عملية وضع الميزانية نفسها والتغيير الكبير هنا أن القطاع الأمن الآن أصبح شاملا في هذه العملية ككل فعلى عديد من السنوات كان القطاع الأمني خارج هذه العملية للاستجابة إلى طلباته ولكن الآن أصبحنا نرى أن الأمن يتوقف على مدى نجاح أخذ كل احتياجات المواطن وبالتالي علينا أن ننظر في كفاءة وفعلية المخصصات وأن نشمل كل شيء في ميزانية الدولة أو الحكومة وهذه الميزانية توضع من قبل مبادئ تعتمد على مبادئ وفي الكتاب هذا أيضا نتحدث على عشر مبادئ وهذه مبادئ تتفاعل مع بعضها البعض والآن ولأول مرة نحن نطبق مبادئ ما يسمى بالشمولية والإحتوائية حيث نحتوي أيضا القطاع الأمني في هذا التحليل كذلك وعندما ننظر في ذلك ننظر في كل مؤسسة وأيضا الوظارات المختلفة وما هي المخصصات لكل منها والآن لدينا وزارات تنافس يسمى بالتنافسية حيث يتنافسون كي يظهرون أنهم يمكن أن يستخدموا الأموال لديهم بشكل مثالي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبلادهم وما إذن نقوم به هنا النظر في شيئين أولا كيف ما هي هيكلة المؤسسات وهل لديها قوانين مناسبة وآليات مناسبة للإشراف وهل لديهم أيضا قدرة من ناحية التشغيلية كذلك فيما يتعلق بالإنفاقات وإدارة الإنفاقات نعم شكرا جزيلا كما دكتور ويلين قال أن هذا الآلية موجودة وأأمل أن تستعين به هذا أول مرة للبنك الدولي التي دخلت وغاصت في موضوع القطاع الأمني وكيفية فهم أهمية الجانب الصرفي لموضوع القطاع الأمني هي أنه عندما نفهم ما يحصل وإلى أي درجة نحن نكون هذه التوازن ما بين تطوير العدالة وموازنتها مع صرف الأمني عندما تطور هذه استراتيجية وطنية فهذا مهم والبنك الدولي الموجود لبلدانكم هي وسيلة جيدة للإبداء للبدء بفهم وتصنيف ما هي الميزانية في كل عام آخر سؤال بإجاز ما هي دروس التي نتعلمها في هذه المراجعات المالية للقطاع الأمني في أفريقيا بالذات التحالفات أو التسأفن التمحور على الجانب المالي إذا مكانك يعني تعطينا ما هي الدروس التي نتعلمها من هذا فهناك أمثلة كثيرة موجودة في الكتاب فقط بسبب الوقت بسرعة سأغطي نقطتين أولها هي الجمهورية أفريقية الوسطى حيث اللجنة شخصت المصادر الغير رسمية في القطاع الأمني مثلا الدخل الآتي من إيجار القوات المسلحة وضريبة الأمن المطارات كلها كان حوالي مليون دولار دخلت إلى صندوق الحكومة وبزارة الدفاع لكن هذا المال لم يدخل إلى الميزانية الإجمالية للحكومة فكيف كيف إدارتها وكيف يتصرفها كان هذا السؤال كبير لم يجاب عليها ومثال آخر هي عن ليبيريا وتحدثت عن التحول حيث ليبيريا نمت استراتيجية وطنية أمنية وطنية حيث شخصوا ووجدوا معظم التهديد التي كان معظمها داخلية ووضعوا برنامج مالي على كيفية التطوير ومخاطبة هذه المشاكل وكيفية تحويل العاتق من شخص من الأمم المتحدة إلى واحد من البلد كمسؤول ورأينا أيضا أن هناك آلية جيدة للمراقبة والمتابعة حيث كان في لوجان في مجلس التشريعي في مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين في البرلمان الذين كانوا يشرفون على القطاع الأمني فكأساس كان على ظاهر جيد لكن عندما دخلت إلى مضامين التفاصيل الإجراءات الميدانية الفعلية كان في خلل بسبب الكوادر نقص الكوادر واللجان لم يكن لديها الأفراد الكفؤين المدربين من ناحية القطاع الأسكري وحتى المالي كان يفتقرون إلى القدرات التقنية هل هذا كان مشكلة في لايبيريا فقط أو مشكلة أفريقية كلا أبدا هذا موضوع الشفاف موضبة الشفافية الدولية نظرت إلى التحديات ووجد أنه ثلثي البلدان الذين راجعوهم وفحصوا 82 دولة معظم هذه البلدان كان لديهم نقص لأنه أولا هناك تحديات أولية في كيفية التشخيص موضوع القضايا الأمنية ولكن أيضا هناك تحدي لوجيستي في إدارة الرقابة والإشراف في القطاع الأمني عليك أن تجد أسلوب خاص للمحافظة على السرية ومراجعة الأفراد وتأهيل الأفراد الذين هم قادرين على القيام بالعملية وأيضا أن تكون قادرا على تحديد ما هي الضوابط الملائمة لخصوصية بلدك حقيقة أنه كانوا في 16 دولة في العالم كانوا يقومون بها بطريقة جيدة تعطينا أمل أنه بالإمكان القيام بها لكن هذا تعني أن المصادر يجب أن تكرس عفوا للتدريب وتأهيل الناس وبناء القدرات والسعات الكوادر في البلد شكرا دكتور وليم أعتقد كان شرحك وافي وأعود إلى سؤال مسألة ليبيريا ليبيريا هي أحد الحالات الدراسية وتعطينا هي أيضا مثال جيد كيف لمنظومة استراتيجية وطنية يمكنها أن تعطينا المردود وهي عادة كمؤشر تعطيك فكرة نقاط الضعف وكيفية تطويرها بشكل جيد أو تحسينها فجيد كمثال ما موجود في الكتاب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر